يقول ألا تجد أن عقاب الإسبال وهو النار عقاب جدا قاسي ويتنافى مع صبيعة الإسلام الوسطية ورحمة الله الواسعة أنا أعجب ممن يريد أن يكيف الطاعة والعبادة وفقا لهواه هذا دين لا نبتدعه نحن لأنفسنا فأمر العبادات وشعائر هذا الدين إنما مردها من عند ربنا جل وعلا فهو الذي يأمر عباده بما شاء لسنا نحن من نصنف الفرائض والعبادات والمأمورات بها من عند الله تبارك وتعالى وفقا لأهوائنا ورغباتنا أيها فيه رحمة في ظاهره وأيها هو القاسي الذي فيه غلظة وشدة ما كلفنا الله تبارك وتعالى إلا بما هو في استطاعتنا وفي مقدورنا ونحن نوقن أن في كل تكليف من تكاليف هذا الدين خيرا ومصلحة لنا في عاجل أمرنا وفي آجله ولئن كان يدعي أن فيما جاوز الكعبين من وعيد شديد في الإزار أن في ذلك غلظة فليتجنب هذه الغلظة لأن الامتثال أيضا أمر مقدور عليه يسير يعني نحن نتحدث عن فارق يسير هل يغلبه هذا الفارق اليسير حتى يكون في السعة والرحمة هذا الشرف في هذا التشريع نفسه بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه ساق قال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي ثم قال ولا حرج عليه ولا بأس عليه فيما بينهما وبين الكعبين ثم قال وما جاوز الكعبين وما أسفل الكعبين ففي النار ما وقع الناس في الاستهانة بأوامر الله تبارك وتعالى إلا لأن هيبة الله تبارك وتعالى من قلوبهم نزعت وإعظام ولأن تعظيمهم لشعائر الله تبارك وتعالى في قلوبهم قد خفت فلذلك تجد أنهم يصنفون أوامر الله عز وجل وصنوف العبادات بناء على ما يرونه هم وهم الضعفاء القاصرون المبتلون بالأهواء والشهوات والوساوس والأمراض والآفات وقصر النظر لا يعرفون ما فيه مصالحهم من أمر دنياهم لما يخصهم بأنفسهم ومع ذلك تجد أنهم يتشدقون في أحكام دين الله تبارك وتعالى ويصنفونها بناء على ما يرغبون نبينا موسى عليه السلام في أشد الساعات حلكة وفي أحوجها إلى لطف الله تبارك وتعالى ونصرته وعونه حينما أدركه فرعون وجنوده هو ومن معه من المؤمنين فأيقنوا بالهلاك قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ومع ذلك مع ثقته وإيمانه ويقينه بالله تبارك وتعالى إلا أن الله عز وجل كلفه فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر الآن ماذا تفعل العصا في البحر وهذا التكييف هذا التكليف بناء على تصنيف الناس اليوم من أي نوع من أنواع التكاليف يعدونه هم وما حاجة موسى إلى أن يكلف في ذلك الموضع الذي يستمطر فيه نصر الله تبارك وتعالى ورحمته له ويرين الله عز وجل نصرته لعباده المؤمنين الذين يتبعون أنبياءه ورسله الكرام عليهم السلام ومع ذلك يبين لنا أنه كلفه بأمر اضرب بعصاك البحر وموسى ما تردد ولم يسأل لما أضرب بعصايا البحر وقد وعدتني بالنصر وما نفع العصى وما أثر العصى في هذا البحر وإنما جاءت الاستجابة فورا فانفلق لم يقل حتى فضرب طوي ذكروا الاستجابة فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم فللأسف الشديد ما أصاب المسلمين اليوم ما أصابهم إلا لأنهم تجرؤوا على دين الله تبارك وتعالى وعولوا على أهوائهم وأذواقهم القاصرة ورغباتهم الشهوانية وأحوالهم المضطربة في تصنيف دين الله تبارك وتعالى ولا يمكن لهم الخلاص إلا إذا ما سلموا لأمر الله تبارك وتعالى تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأذن لي أن أنبه إلى تنبيه هام خاصة أن بعض العلماء والدعاء يقعون فيه لأنهم يربطون الامتثال بالحكمة حتى يعني لا يربطونه أبدا أيضا بالعلة التي يدور معها الحكم أو بعض الأحكام وجودا وعدما وإنما بالحكمة فتجد أنهم يبررون أوامر الله تبارك وتعالى بحكم يرونها قد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك لكن هذا أوهم الناس أن التزامهم وامتثالهم لأمر الله تبارك وتعالى إنما هو تبع لهذه الحكمة فإن اقتنعوا بهذه الحكمة امتثلوا وإن رأوا هذه الحكمة امتثلوا وإن لم يرواها فلا امتثال وإنما يعودون على ذات الأمر بالنقض والإعرام وهذا خطأ فادح فإن دين الله تبارك وتعالى يعني بعد الإيمان به ربا خالقا محاسبا العباد على أعمالهم مثيبا لهم على صالحاتهم يعني الالتزام يعني الانقيادة والخضوع يعني التسليم لأمر الله تبارك وتعالى هذا هو معنى إن ظهرت لهم حكم ازدادوا يقينا وإقبالا وإن لم تظهر لهم حكم قالوا سمعا وطاعا هذا هو الواجب على المسلمين وهذا هو الواجب على الدعاة والعلماء أن يعلموه للمسلمين هذا لا يمنع من البحث والنظر لا يمنع من تقصي الحكم ومن البحث عن العلم لكن توضع الأمور في نصابها هذا والله تعالى ومما يأكد كلامكم فضل الشيخ أن المسألة تتبع الأهواء يعني مثل هؤلاء الناس لديهم الاستعداد أن يتبعوا الموضات في الملابس فإذا كانت الموضة تقتضي أن تكون المنابس المرتفعة يرفعونها وهكذا لكن عندما يكون الأمر من الله تعالى لا بد أن يكيف وفق هذه الأهواء